السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم قناة كارمين جوليا قائعة التارو والكوتشينا إذا كنت الأول مرة تشاهد فيديو بتاعنا نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفاعل القرص ليس لك كل جديد منازل سواء بجهات التوقعات الأبراب أو الشتر الموادية أو إشارات اللايفات لمنعملها للإيجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم فمرحبا بكم معنا حسب طلب المشتركين الأعزاء وزي كل مرة حنلبي الطلب بتاعهم النهاردة وزي ما هو في الوانوان الفيديو عندنا ضمرة عامة بفنجان القهوة حتكون الضمرة دي حسب أول حرف من اسمكم اختيار أول طائية طائية كافلا ميم نونسين عين وضاد أو اختيار الاسورة دي كأول فنجان الاختيار الثاني أو اختيار الحجر اللي على هيئة قلب الأخضر دا كفنجان ثاني واختيار الثالث على الباق جيم دال ها واوزين حاق دال أو اختيار الحجر البني العسلي دي دا عفوا اللي على هيئة ورقة شجر يلا نبدأ على بركة الله مع أصحاب الاختيار الأول ايه أحرف بتاعهم تبدأ بالأحرف دي أول حرف من اسمكم واللي اختاروا الاسورة بتاعت الاسورة دي يلا نحط الفنجان بتاعكم والصحن بتاعكم من هنا من كده عشان نخلي شوية مكان اللي عشان نعمل افتراقه أول حاجة هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم هتقول لنا ايه عنكم دلوقتي هاي قروض كبيرة وطويلة وعريضة مقدرش نمسكها بأيدين يلا الطاقة بتاعتكم طاقتهم هنا يعني بتشكرش الحكاية هنا شوفوا بس الحمد لله يعني انتم رغم الصعاب اللي انتم بتمروا بها دلوقتي الصراع اللي يعني دايرين فيه الضائرة الحلزونية اللي انتم فيها ومش قادرين تخرجوا منها بسبب المشاكل اللي انتم فيها والصعاب اللي انتم فيه زي ما نشوف هنا زي ما نشوف الست هنا وقفة على خط واحد مؤامرة بنفسها بس قد قدرت ان تمسك التوازن بتاعها برغم الصعاب اللي موجودة في حياتها وغالبا فيه مشاكل يعني معظمكم مشاكل عاطفية سواء متزوجين في علاقة سلاسية زي ما نشوف هنا سواء انتم يعني في علاقة مع رجل ولم تتضح الامور لك المستقبلية فعشان كده انت عاوزة تعرفي وتفهمي ايه اللي هو مستخبي ولي يمثله كارت دهايك بريستس اوكي بما انك في حيرة وفي دوامة وعيشة زي كده هنشوف دلوقتي بيقول ايه الدمرة بتاعتك في فنجل بتاعك اولا هنشوف الصحن بتاعك لا والله الصحن بتاعك يا بنتي يعني شوفوا كده الدموع اللي هنا شايفين شايفين الدموع دي ليه كده يعني مش حدا كويسة الدموع دي كلها شايفين يعني دمعة وردعة دمعة دمعة وردعة دمعة مش عاوزة تنتهي هنا في صورة عين غالبا انتم دلوقتي في حكتين يعني ترمز لهم العين دي العين دي اللي انتم شايفين هكده هي دي اولا انتم مصابين بعين استنوا لنا دنزع الدمعة دي انتم مصابين بعين والعين دي مش مخليكم يعني اتحققوا حاجات في حياتكم حسين بنفسكم تخقنين وزهقنين وعندكم خمول مش قادرين تعملوا اي حاجة كل ما تفكروا بالليل تقولوا انا ابوكا حعمل حاجة دي صحة الصبح يعني ما تعملوش حاجة تقعدوا زي ما انتم يعني كل يوم والحاجة التانية اللي بترمز لها العين دي هي انه يعني انتم يا اما انتم بترقبوا حد يا اما انتم في حالة مراقبة يا اما انتم بترقبوا يا اما انتم مراقبين ايه بري تقولوا الصحن بتاعكم ده حاجة تانية فيه هنا زي ما نشوف كده رقم تلاتة رقم تلاتة يا اما انتم في علاقة السلسية اما انتم منفصلين منذ تلاتة اشهر او احد ارقام يعني اه تاريخ ميلادكم برقم تلاتة فيه رقم تلاتة كمان يرمز التلاتة دي الى حرف العين هنشوف الاحرف اللي مكتوبة هنا شوفوا هنا مش عارفة ازا واضحة قدامكم اهو الميم اهو الحاء اهو الميم بالغامق وهنا الدال يعني محمد اهو الميم والحاء والميم والدال محمد فيه كمان حرف النون اللي هو هنا اهو حرف النون وحرف التاء اهو حرف النون موجود هنا شوفوا لو يعني تفتكروا السفينة بتاعة الزمان اللي فيها الشراع كده هنا فيه نوع من السفينة كده مقطوع في الوسط بالاشريع بتاعتها التلاتة شايفين اهي مقسومة على التلفين وهنا مش عارفة بيقولوا زي بالعربية بالعربية وده الشراع بتاعتها يعني فيه فيه زواج هنا اه انفصال في زواج كان يعني كانت حياة كويسة فيه وحصل انفصال حصل انفصال يعني اه اه طريقة بشعة طريقة مش كويسة فيه البعض منكم كمان مصاب بسحر ربط شوفوا هنا والربط هنا يعني مفيش خروق مغلوق الطريق هنا كمان للستات اللي متخلفش عملو لكم عمل عشان ما تخلفوش يعني اهي زي البيضة وهنا فيها يعني عقدة اهي عقدة فيه كمان حرف السين اهو السين وهو معوجود هنا كمان فيه حرف الخاء اللي هو هنا اهو خاء ونون اهو النون اهو الجيم كذلك جيم النقطة بتاعته اهي جيم النقطة بتاعته ونون جن اهي النقطة بتانية بتاعت الجن اهي الجيم النقطة والنون النقطة. يعني عندكم السحر ده و حرف الواو و جن يعني ومس. للأسف يعني. او اسم محمد كمان مكتوب مرة تانية. الميم. الحاء الميم والدال. محمد. استغفر الله. هي كمان تلت يعني اتنين من المرساق بتاع السفينة هي دي. استنوا اوليكم الصورة. عشان تكون متضحة لكم. اهي. الصورة دي. الالة دي. هي هنا شوفوا مرتين. اهي. من هنا. مرتين هنا. اهي. اهي الاولى. اهي التانية. واهي التالتة. متكسرة. يعني فيه تزعز بتاع السفينة دي. اللي بتبت السفينة في البحر. والسفينة اللي قلنا عليها هنا مقسومة في الوسط والشرع بتاحت ميل كده عاوزيت يسقط. اهو الشرع بتاعها. عاوز يسقط. وفي نفس الوقت يعني اه تعبر السفينة مع فقدانها للالة دي. ان ما فيش اه اه توازن. وما فيش اه استقرار في الحياة. حتى نشوف يعني الطيور دي هنا. اشريعة دي. بتمثل كمان زي الطيور في السماء. بس مسكنها بخيط. مش قادرة يعني تسفر بعيد. خلصنا مع الفنجان بتاعكم. عشان الفيديو ما يقطعش يعني. مش هطول كتير. هنشوفوا الفنجان بتاعكم الوقتي. يلا بسم الله. اولها الحية. الافعة اهي. والرأس بتاعه هنا. حول الميم موجود هنا كمان. حرف الميم. يعني عدوتكم او عدوكم الافعة دي. اللي رأسها اسود كده. فيها النقطة بتاعت العين. يعني هي اه اسمها يبدأ بحرف الميم. تكونوا ربما بتعرفوها. هنشوف الجهة التانية. استنوا شفت حاجة. شوفوا هنا فيه قلب. اهو. القلب. بس القلب ده دايرة بيه حية افعة. والافعة دي خرجة من الارض كده شايفين. عملة يعني دايرة معاه. واهو رأسها. اهو رأس الحية. شوفوا كده. يعني حتى جلدها مصور. ودايرة كده على القلب. اهو رأسها. يعني فيه تدخل انسان او انسانة في حياة بعض منكم اللي هم متجوزين في علاقات سلاسية. واول فنجان بتاعكم من الداخل. غالبا انتم عندكم انفراجة من الحاجات الحالة اللي انتم فيها دلوقتي. عندكم انفراجة وانفراجة قريبة جدا. وحتتحسن اموركم ان شاء الله من امور يعني اه من ايام معقدة وسوداء كده. لايام كويسة. انفراجة. شايفين? يعني الفرق ما بين هنا. عندكم انفراجة قريبة ان شاء الله. وحتزول الهموم اللي انتم فيها دلوقتي. استنوا شوف انا اولا في ايه بالداخل. يعني حتى الفقاع الفنجان شوفوا كده. يترأسه رأس افعة اهو اهو رأسها. مش عارفة اذا كان واضح في الصورة ولا لا. استنوا كده اهو كده احسن. اهو رأس الافعة. اهو رأسها واهي العين بتاعها بيضاء كده. يعني سبب الهم اللي انتم فيه والغم اللي انتم فيه اه عدو. عدو تدخل يعني في حياتكم. ودمرها. وشوفوا وش المس اللي انتم اللي هو فيكم يعني اهو عينيه. يعني حتى الممو تاع العين يعني هنا اهو هنا. العين. اهو يعني اهو وشه كامل. زي ما لو كان عنده لحية. شايفين? اهو لحية بشعروه بكل حاجة. عينين انف بق. لحية وشنب وشعر كده. غالبا انتم مصابين بسحر اسود. اللي اللي حرس بتاعه هو ده. المس. والسحر الاسود اهو عينيه يعني الوش بتاعه اهو العينين او الانف او البق. يعني زي ما لو كانت جمجمة جمجمت وحشة كده. للناس يعني اللي عملو لها سحر كده. بس ابشروا ان هنا في القار زي ما قلت لكم احنا شفنا اه رأس الافعة دي. اللي هي اه عنها هنا بيضاء. ورأسها وحدها مقطوع. يعني حتتخلصوا من الحاجات دي ان شاء الله. اللي عملوا اه عملية نزع السحر. واللي اه مقرارين انهم ينزعوا السحر ده. في حرف النون كمان هنا اهو النون. في رقم تلاتة صغير هنا اهو. يعني علاقة سلسية. تقدر تكون عشيقة اه زوجة او ام. وحتنتصروا يعني اهو حرف الفي يعني فيكتوري. بيكتواغ. حتنتصروا عن من الهموم دي. وتخرجوا من من الازمة اللي انتم فيها دلوقتي. الناس اللي تسأل على صفر عندكم صفر باذن الله لوجود الطائر ده هنا. شايفينه? اهو الطائر. اهو يعني المقار بتاعه رأسه جسمه والجنح بتاعه كده مفتوحة وطائر في السماء. وهو خارج من الفنجان هنا. استغفر الله. غالبا السحر اللي اللي عمل لكم عمل لكم في مشروب زي ما نشوف هنا الكباية هنا. شايفين الكباية دي? اهي كباية. واهل يعني بتاح الفوهة بتاعتها دي هي هنا. اهي. زي من لو كانت يعني فنجان اهوة. واهي الات بتاعه. اهي الات بتاعه. اهي. الات بتاعه. اهو الفنجان بتاعي الاهوة. واهي الاهوة السودة في الوسط. فيه كلمة غراب هنا. يعني عندكم عدو كمان هو رجل. فيه ماجد ماجد ليلة. فيه كلمة الله هنا. اهي. الاف. لام. لم تنيا. واهو الهاء. يعني اهي. الله. والهاء هنا. فيه ياسين. فيه ياسين. ابن عبد الله. اهو ابن. اهو بنو. بنو. النقطة. بنو. عبد. اهو الدال. اهي النقطة بتاعتي الباء. اهو العين. الباء. عبد. الله. اللي قلنا عليه من قبل. اهو. الله. عبد الله. ان شاء الله. فسريعه عملنا على نزع عملية يعني سريعه في نزع السحر ده اللي عندكم الحاجة المش كويسة اللي عندكم. عشان انتم دلوقتي في بواب في اوسع بوابة الانفراجة بتاعة العلاج. اذا انغلقت البوابة دي مش هتقدروا تخرجوا من الفنج يعني من الازمة اللي انتم فيها دلوقتي. عندكم بوابة العلاج مفتوحة. حاولوا تبدأوا في العلاج بتاعكم. او اذا بدأتوا واستمروا. ده كل اللي ظهر اللي دلوقتي في الفنجان. للاسل ما قدرش اطول اكتر من كده لان الفيديو اللي حيتوقف. والتليفون ما يحملش اكتر من ساعة. نموعد الوقتي لاصحاب الاختيار الثاني. لأول حرفة من اسمه بالاحرف دي. او اللي اختاروا الحجر الاخضر على هيئة قلب ده. نحطوه هنا. هنشوف اولا ايه هي الطاقة العامة بتاعتكم. يا سبحان الله. نفس نفس الطاقة المجموعة الاولى. سبحان الله. شوفوا كده. عندكم مشاكل دلوقتي وانتم يعني مسكين التوازن بتاعكم على شعرة كده. حياتكم متوقفة على شعرة كده. انتم يعني زي ما نقول احنا في الجزائر عايشين آآ بقدرة ربانة. من قدر المشاكل اللي عندكم آآ يعني عديتم بحاجات مش كويسة ودلوقتي يعني قدرتم انكم تمسيقوا التوازن بتاعكم. رغم المشاكل دي اللي حصلها لكم. بسبب علاقة آآ غرامية كنتم فيها. وكذلك يعني انتم في انفصال. شوفوا كده. في انفصال ما بينكم. ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين الزوجة والحبيبة. وفي مشاكل حصلت ما بينكم. وفي فرق سن او عقيدة او في مكان التواجد. وانتم بتنتظروا عدالة ربنا زي ما نشوف كده. ان زي ما قلت لكم في الفيديوهات بتوع اللي فاتت الكروت اسمها نفسها. بس المصممين غيروا آآ او اضافوا بعض الاشياء على الصور الرئيسية عشان يعني آآ يكون مفهوم الكرت واضح. دي الطاقة العامة بتاعتكم. يعني كل يعني انتم زي ما نشوف هنا زي ما قلت لكم آآ صبرين على حاجات كبير كتيرة آآ ومشاكل كتيرة. وعاوزين يعني تاخدوا التوازن بتاعكم في الحياة دي آآ من اجل آآ يعني ان تكون العيلة بتاعتكم او حياتكم متوازنة ومزدهرة. او يعني هي اللي هي مش متجوزة آآ هي دلوقتي بتعاني من مشاكل ووسوسة وشك او آآ يعني في صدد التفكير عن سبب عدم آآ زواجها. نشوف الفنجاج بتاعكم بيقول ايه. لا الحمد لله انتم بتيبكوا بس آآ مش زي اسراركم ولا همومكم ولا احزنكم لنس آخرين. مسايبين الحاجة ما بينكم بين ربنا سبحانه وتعالى. استغفروا الله. شوفوا كده زي ما لو كانت يعني رأس تنين. اهي الرقبة بتاعته. اهوشه. القرن بتاعه. انفه. بؤه. اهي يعني زي رأس التنين. شايفين? ايه طاقة غريبة هنا. في حرف الحاء. في حرف البي بالانجليزي يعني بالفرنساوي متكرر مرتين يعني انتصار. ان شاء الله. كده لو نشوف يعني آآ رأس التنين لما نقلبه كده. بنشوف انها آآ مقص العقرب. شايفين? ايدي العقرب مقص اللي عاملة زي كده. اهي. شوفوا كده. اهو الحاء. اهو السين. اهو الدال. حسد. عندكم عين. وحسد. الحاء. والسين. والسين. والدال. اهو الدال. واضحة. او الله شوية. كده اوضح. الحاء. السين. اهو الحاء. السين. والدال. حسد. وصابين بعين وحسد. وهنا بنشوف القلب ده الابيض. انتم ناس طيبين وعندكم اهو حسر مرهفة يعني اهو. يعني ناس عندكم اهو حساسية زيادة على على اللزوم من الناس الاخرين. يعني احنا ينين وطيبين جدا. نفس الوقت ده ده فيه رقم ثلاثة علاقة سلسية. سبحان الله شوفوا كده. الحسد ده اللي شفناه في الصحن. حاء. سين. ودال. لو نقرأه كده بالعكس. سين. حاء. حاء يعني سحة. والرأ هنا سحر. هاهو. السين. يعني الحسد بالمقلوب. نقرأها السين. حاء. اهي الحاء. سين بالمقلوب حاء. ويعني بالمعدول. معدولة. والرأ بالمقلوب. يعني سحر. والسحر ده سحر اسود. لده كانت اللون ده اللي مكتوب به الاسم. يعني كلمة السحر ده. اهي اسم مونة كمان. ميم. ونون. اهي النقطة. مونة. اهو كمان شوفوا كده. سين. افوان والدال. شايفينو? السين. والدال. يعني سد. عندكم عوائق وعرقيل كتيرة في حياتكم. في حرف الدال كمان هنا. حرف الدال وحرف الذال. اهو الدال واهو الذال كمان. استغفروا الله عليه العظيم ده. فيه كمان الجبل ده شايفين الجبل ده زي البركان. اهو. وانفرج انفجر من الجانب. يعني زي ما لو كان البركان ده اخرج ما كان في داخله. ربما تعصبتم مؤخرا وزهقتوا من الحالة اللي انتم فيها دلوقتي. ده كل اللي شفته في الصحن. هنشوف دلوقتي اه الفنجان بتاعكم. نشوفه من بره عامل ايه? وبعدين نشوف الداخل. اولا نشوف القلب ده. سبحان الله خرج زي من بنجان الاول. القلب ده المربوط. يعني فيه سحر التفريق هنا. فيه سحر التفريق هنا. مش عاوزة اخرب. احسن. اهو. فيه قلب مربوط. فيه سحر التفريق هنا. وفيه كمان اهو. القلب. مربوطة في الارض. فيه سحر تفريق هنا. وفيه كمان ربط عن الجواز. العازبات. البعض من كنا مش كل كنا. فيه رقم تلاتة هنا. اهو. رقم تلاتة. مكتبت تلاتة يعني مرتين. فيه حرف الخاء. اهو الخاء. اهو. فيه الراء. فيه الميم. خمر. اهو الخاء. نقطة. الميم. والراء هنا. خمر. ربما الانسان اللي بتعرفوه او انتم بعلاقة معاه اهو 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 الخامر. فيه حرف الهاء كمان. اهو. اهو الهاء. يعني. واضح يعني. مكتوب بالوضوح. شو زي ما لو كانت يعني اه. حالة معمولة بجلد الحية. بجلد بجلد الافعة. شايفين? شوفوا يعني زخرفة الجلد هنا زي ما لو كان جلد افعة. مش عارفة ازا كان واضح. ايوة كده واضح. شايفين? وفيه عقدة هنا. فيه ربط هنا. ويعني شوفوا هنا الربط مربوط كده. وخارج الخات من هنا. فيه سحر ربط زي ما قلت لكم. معمول بجلد الحية. الجلد الافعة. الافعة دي اللي ضايرة كده. شوفوا كده من هنا. اهو جلد الافعة. اهو الربط هنا. مربوطة كده وخارجة من هنا. والافعة اهي طلع الهنا. اهو رأسها. متلقية مع افعة اخرى. مع القلب ده اللي هو مربوط. يعني يعني جيين مع بعض. سحر الربط وسحر التفريق. او الفنجان بتاعكم من الداخل. اهو. شانت تشوفوه كويس. افعة. اشوف في ايه بالداخل اللي بعدين اقول لكم. شوفوه سبحان الله زي ما لو كان عقرب. اهو الجسم بتاعه اهو الديل بتاعه. شوفو حتى يعني المؤخرة الديل بتاعه فيها ايه يعني شايفين? اهو بتاع العقرب. اهو الجسم بتاعه اهو رأسه اهو اليدين بتاعه اللي فيهم المقص. شايفينه? اهو كده اوضح. اهو زي ما لو كان عقرب اهو الجسم بتاعه يعني اليدين بتاعه اللي فيهم المقص. واهو الديل بتاعه اهو الديل بتاعه. وفيه يعني المقص اللي فيديله. سبحان الله يعني. والارجل بتاعه يعني من هنا. اهي الارجل بتاعه كمان. مرسومة. اهي الارجل بتاعه. عقرب. برج العقرب وعقرب يعني اه فيه سحر اسود كمان. للاسف. بس فيه من فراجة ما تخفوش يعني شوفوا من هنا الصفاء اللي فيه نجيله خارج كده. عندكم انفراجتين. واحدة من هنا واحدة من هنا. شايفين? اهي. انفراجة من هنا وانفراجة من هنا. فيه كلمة الله هنا. اهي. الاف لام لام وهاء الله. فيه حرف السين كمان. عندكم عدو. شوفوا هنا. اهو رجل يعني اه زي الكلب. رجليه اماميتين. رجليه بالورا. الذيل بتاعه ورأسه شوفوا عامل زي ازاي. واضح لكم اهو. اهو الكلب. رجلين امامية ورائية الذيل الجسم ورأسه والاذنين بتاعه. لا حول ولا قوة الا بالله. الناس اللي بتسأل اللي عاوزة تعرف اذا كان عندها سفر ولا لأ عندكم سفر. بعض نقطتين. فيه اه جواز لبعض منكم. يعني الطريقة اللي ما هي مفتوحة هنا. زي ما لو كانت يعني اه اولا شجرة الكريستمز. يعني اه شجرة عيد الميلاد المسيح. عند المسيحيين اهي. وهي بيضائية هنا من من الجسم بتاعها. وفي نفس الوقت يمثل امرأة واقفة يعني لبسة فستان الفارح ابيض. وشعرها كده اسود. اسود. وده وشها يعني رأسها. وده الجزع بتاعها. وده اللباس بتاعها. ودي يعني الفوطة اللي تيجي فوق الرأس كده. عندكم فرح ان شاء الله. عندكم جواز. وغالبا يا اما انت برج العقرب يا اما اللي حتتجوزيه برج العقرب. في كلمة ساجده. أو ساجده. شوفوا الحمام البيضاء دي. مش شعب اذا كانت وقعتها هنا. استنوا كده. احسن اوضم. اهو. اهو الشهة. العين. المنقار. فاردة الجناحين. كده. ودي البتاحة. هي دخلة للفنجان. يعني في انفراجة من عند ربنا جايلكم ان شاء الله. وعندكم ملوك وجواز حرسينكو. في انفراجة مادية. ومعنوية. قدرة ربنا سبحانه وتعالى. ده كل يظهر لي في الفنجان الثاني. اعتذر اذا كان الوقت قصير. لان ونشوف الطاقة العامة بتاعتكم. هتقول لنا ايه. كارت دمو والكارت بايش اوف بنتيكل. شوفوا هنا. هو الرجل. دهانجمان. دهانجمان. يعني رجل المعلق. شوفوا هنا. فيه يعني فيه تارتين متنقضين. دمون. شوفوا دمون فيه ايه. يعني فيه امرأة مسكة بايدها الطريق اللي هي وراها. شايفة? شايفين? وعندها اعداء يعني زي الكلب بس مش كلب. يعني عندها اعداء بيترصادرها. فيه طاقة طاقة سلبية هنا كبيرة جدا. وفيه حيرة وفيه اعداء هنا للناس يعني انتم حاسين عندكم اعداء. وعندكم طاقة مش كويسة طاقة سلبية. كمان الكارت ده بيقول ايه? انه كان فيه سخاء وحياة كويسة من قبل تحولت الى جحيم. للأسف. تحولت الى خدع الى حزن الى فقر الى شوفوا يعني من الضوء الى الظلمة. من النهار الى الليل. انقلاب يعني من رأسان على عقب. تغيير شامل في حياتكم الى الاسوأ للأسف. انتم في الطاقة دي. ليه? لان فيه حاجة اتعملت لكم مش مخليكم تتقدموا في حياتكم. ده هنجمان رجل المعلق والمربوط كده. فيه ربط فيه حاجة طاقة سلبية منعاكم. آآ على انكم تتقدموا. فهنا انتم بتفكروا على الحل على الحل اللي حتمسكوه بايتكم زي ما نشوف كده. وتقطعوا الحبال اللي ربطاكم عن التحرك عشان تقدروا ترجعوا للحياة اللي كنتم فيها سابقا. ان شاء الله. دي كانت الطاقة العامة بتاعتكم. نجي دلوقتي نشوف الصحن بتاعكم. اهو الصحن بتاعكم. تفيه حاجات وحاجات. الله يبا تعبكتي لما اعمل قراءة سي كده. فيه حرف النون اولا نون. شوفوا هنا حرف الخاء. النقطة. الراء. والباب. خراب. خرب. يعني حياتكم خربت. للأسف. لبعض منكم. بتقوليش قراءة سلبية مش عارفة ايه زي ما بقرأ بعض التعليقات. يعني دي قراءة عامة. قرأت مش شايفاها سلبية ما مر للفيديو اخر وروحي لقناة اخرى. انا مش هنا عشان اضحكك ولا فرحك. انا بقولي الحقيقة اللي ببشوفها. فوالله العزيم مش فهمة ناس انا بيعملوا ديسلايك على حاجة ما تخصهمش. ديسلايك لقراءة عامة مش باسمهم. اه يعني كونوا شجعان وخطوا في التعليق ليه عملتوا الديسلايك. مش تستخبوا زي الضعفاء كده. والله العزيم يعني حاجة بتضحك. نرجع للقراءة بتاعتنا. فيه ايه كمان? استنوا حنشوف كده من هنا. زي ما لو كانت يعني آآ سحلية. اهي رأسها. اهو عينها. اهو ظهرها. اهو دلها. واهو رجليها. شوفوا كلا. الرجلين المؤخرتين والرجلين بتاع القداب. اهي السحلية. بطنها. رأسها. العين بتاعها. اهي الرقبة بتاعتها هنا تخلق. رأسها يبدأ من هنا. وضهرها ودلها. اهي السحلية واضحة. اعتذرنا ان الاصوات دي. يعني احنا اتناشر بالليل وشوفين يعني الاصوات في العمارة. شوفوا هنا كمان كلمة حامت. حاء ميم داء. وفي نفس الوقت خاء اهي النقطة اهو الخاء. اهو اهو الراء. يعني خطر. انتم في خطر اهو. يعني حاولوا اه تساعدوا نفسكم او تخرجوا من الطاقة السلبية اللي انتم فيها دولة معارقة لحياتكم. في ايه كمان? في تدبدوبات كتيرة في حياتكم زي ما نشوف كده. يعني في تدبدوبات كتيرة. في حرف الاداء الزال اهو. الزال والنقطة. في كمان كلمة اهو الجيم. النقطة جيم النقطة دال والياء نقطتين. يعني جدي. برج الجدي. كلمة محمد. الميم. الميم الحاء. الميم والدال. فيه كمان رقم ثلاثة. وفي نفس الوقت قلب. يعني علاقة سلاسية. اهو كمان حرف النون. نار. طاقة نارية. نفس الوقت السحلية اللي شفناها من قبل اللي هي دي. اللي رأسها هنا وعينها وضهرها وبطنها وذلها. نفس الوقت لو نقلبها كده. حنشوف انها قوقعة السلحفات. يعني بالرسوم بتاحها بكل حالة. شايفين قوقعة السلحفات؟ اهي. واهو رأس السلحفات. اهو العين بتاعه. اهي رأسه. يعني في بعض الاصحار بيعملوها يعني في قوقعة السلحفات. وترمز السلحفات كمان على تقل الحال. يعني توقيف الحال. لان السلحفات لما بتبشي تبشي بتبطء شديد كده. ده كل اللي شفناه في السحن بتاعكم. نجيل الفنجان بتاعكم. اهو الفنجان بتاعكم من الداخل. نشوف من برا ايه اللي هو مستخاب به. شوفوا هنا البعض منكم سرقة منه الحذاء بتاعه. او الساق هالرجل. يعني فيها حذاء. في حد سرقة سرقة الحذاء بتاعه او حده. عمل له فيها السحر. يلا نشوف من الداخل في ايه فنجان بتاعكم. البعض منكم هنا اه يعني بيجري وراء اوراق وراء حاجة في مخص الحكومة. وانتم يعني كل ما تلقوا حاجة كل ما يعني تلقوا نفسكم توصلتم للحاجة دي بيطلبوا لكم حاجة اخرى. فدايما يعني يعني عايشين في دوامة في الجري وراء الاوراق والوسائق دي. فيها وسائق معلقة انتم بتجروا على وراءها مدة ثلاث سنين اربع سنين كده. وانتم دلوقتي تعبتم من الجري ده كله بدون تحصيل على اي نتيجة. عفوا. عندكم اه انفراجة ان شاء الله عن قريب. حتي تحلي امور بتاعكم. بعد ثلاث نقاط كده. شوفوا هنا. الف. اهي. الف. الحاء. الثال. النقطة بتاعتي الثال. والراء. احذر. يعني وقفوا الفيديو وشوفوها. يعني غريب اللي في انجان بتاعكم والصحن بتاعكم. فيه برج العزراء. استغفرونها. شوفو وش الست دي. مش عارفة ازا بغض حال كده. اهو. وش الست دي. اهو الوش بتاعها. اهو عينيها. اهو شعرها. شوفو في نفس الوقت يعني ازاي بتتحك. ضحكة صفرة على الجنب. اهي اهو بوقها. ضحكة صفرة على الجانب كده. اهو عينين بتوحها. اهو رأسها. اهي او شعرها. يعني انسانة مش كويسة. دايما بتتبعكم بعينيها بالحسد بالغل اللي فيها. غالبا الانسانة دي اما عندها قط او كلب بتربيه. شايفين هنا. اهو الوش بتاع القط. اهو وش الست. ووش القط دلوقتي. اهو الوش بتاعه. عينيه. انفو وبقو. وعنده اوضنين بتاعه. عشان تعرفوها مين هي. بيه كمان ايه. البعض اللي بيستنى صفر للأسف دلوقتي ما فيش صفر. كل الحاجة مشار بيكا قدامكو. فيه اسم سماح. اسم احمد. فيه كمان محمد. فيه علي. عمر. امان او امينة كده. يعني الكتابة صغيرة ما فيش ازاي او رهالكم يعني. بس شوفوا مهما مهما يعني اللي حصل لكم في الماضي. هتفرحوا بالحاجة اللي انتم بتستنوها. شوفوا زي ما لو كان رجل او امرأة واقفة هنا. ادي الرأس بتاعها. زي ما لو كانت مسكة كده في ايدها كده وعملت دراعيها كده. وبتلعب مع عصابي في ايدها كده في السماء. او رأسه او الضراعين او الجذع بتاعه. زي ما لو كانت امرأة او رجل كده ووشه هنا. الجزع بتاعه هنا. والدراع بتاعه مرفعين للسماء. مسكين طفل كده. امام البوابة دي. يعني انتم كمان عندكم بوابة العلاج يعني انفتحت منذ مدة قليلة مش طويلة. فحاولوا تستغلوا عشان تخرجوا من هنا وتعلقوا نفسكم. حتلاقوا مساعدة من الانسان ده اللي يعني يوري لكم الطريقة هنا. والبعض عندكم. والبعض منكم عفوا. عندكم ملوك وجواد بيساعدوكم. البعض بيسألوا يقول لي ايه معنى الملوك والجواد. الملوك والجواد هم روحانيات اه تحصلوا عليهم عن طريق الام او الاب. وهم لاس طيبين يعني ما يحبو لكمش الازية. بس يزعلوا منكم لما تعملوا حاجات مش كويسة. فانتم عندكم ملوك جواد مكتسبين من عند الاهل اللي هما دول. اللي مسكى الطفل ده وتوري له في الطريق الانفراجة دي عشان يخرج من الازمة اللي انتم فيها دلوقتي. استغفر الله. فيه يعني من الجانب المادي فيه انفراجة مادية ان شاء الله بعد تلت نقاط ونصف. يعني اما تلت ايام ونصف. اما تلت اسابيع ونصف. هتكون عندكم انفراجة مادية ان شاء الله وامداء على عقود. ان شاء الله قدرة ربنا. وصلنا بالوقت لنهاية هذا الفيديو. ما ادرش اطول اكتر من كده اعتذر. ارجو ان الموضوع يكون عجبكم. واذا كنتم عاوزين مواضيع زي كده. فما تنسوش من فضلكم انكم تقول لنا في التعليقات رأيكم والمواضيع اللي انتم عاوزين نعملها عليها فيديوهات. واللي عاوز قراءة خاصة مدققة مفصلة. ما عليها الا الاتصال بنا عبر الايميل الموجود في صندوق الوصف تحت جميع الفيديوهات. لكي يوجبكم مدير القناة عن ثمن القراءة الخاصة ويعني في مخصص كمان عملياتنا زي سحر. شكرا لتتبعكم ولإصائقكم وإلى الملتقى. مع السلامة.